كان المرشح عبد الفتاح السيسي قد أجرى صباح اليوم الكشفة الطبية اللازم للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة وكان في استقبال المرشح عبد الفتاح السيسي بالمستشفى رئيس الحملة الانتخابية الرسمية ومستشاره القانوني المستشار محمود فوزي شهدت مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة حضور المرشح لإجراء الكشف الطبي وذلك من خلال أربع عيادات طبية وهي النفسية والعصبية والمخ والأعصاب والرمض والجراحة والبطنة والقلب حيث أتم إجراء كافة الفحصات الطبية وفقا لقوائم التحليل اللازمة والتي حددتها المجالس الطبية المتخصصة وسيتم إرفاق نتائج الفحص الطبية على أن يتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حال تقدم المرشح بأوراقه للترشح رسمية